قد ينجأ البعض إلى وسيلة لجني المال لا تحتاج لا شهادة ولا خبرة فقط ملابس رثة متسخة والتظاهر بالمرض أو الإعاقة الجسدية وطبعا مع الكثير من الجرأة مع اختيار المكان المناسب للوقوف أمامه لتبدأ عملية جني الأموال دون حسيب أو رقيب وطبعا دون دفع ضرائب على تلك الأموال المحصولة عليها أكيد عرفتم ما هي تلك المعنى هي التسول من وقت لآخر نسمع عن قصة متسول يظهر أنه مليونير ويمتلك عقارات ويمتلك أموال طائلة اليوم قصتنا من مدينة رامالله الفلسطينية حيث أثار خبر القبض على أحد المتسولين جدلا واسعا بين الفلسطينيين بعد أن كشفت الشرطة الفلسطينية مظاهر ثراء عليه ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة الفلسطينية بأنه وخلال دورية لشرطة بيرزيت تم الاشتباه بشخص كاخنة داخل مركبة وخلال التحقق من هويته لاحظ ضابط الدورية وجود مبالغ مالية معذنية بأكياس بلاستيكية بقيمة 15 ألف شكل أي نحو أربعة ألاف دولار بجانب ذلك السائق أثناء تفتيش منزله تم العثور على خمس سيارات فارهة أفاد أنها تعود له ولأخيه الذي يعمل معه في التسول أيضا والذي تم إلقاء القبض عليه لاحقا السيارات التي ظهرت هي مرسيدس أس كلاس الفارهة وشوفرلي كمارو الرياضية وكاديلاك الكلاسيكية كما تم ضبط حقيبة بداخلها مبلغ 8 ألاف شيكل أي نحو ألفين ومائتي دولار من العملات المعددية واثنين وعشرين ألف شيكل من العملات الورقية أي نحو ستة ألاف دولار وأفاد بأنهما قد قاما بجمعها من التسول الذي يمارسانه يوميا كما تم ضبط 29 حبة من نوع لاركا واثنين عشر حبة ترامدول ولوحات مركبات فلسطينية بحسب بيان الشرطة الفلسطينية ذلك المتسول يدير شبكة متسولين ويمتلك أموالا ومركبات وسيارات حديثة أفاد بممارسته بحسب وصف الشرطة الفلسطينية التسول على المفارق وطرقات والقيام بالتوزيع مجموعة من الأشخاص أيضا للتسول في الأماكن العامة وعلى المفارق في محافظات أخرى ثم يعود إلى رحم الله وقد تم التحرز على المضبوطات والتحفظ على المشتبه بهما لإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما أصوليا هذه القصة مشاهدين خبر الإلقاء القبض على عصابات المتسولين تلك أثارت غضب الفلسطينيين على المنصات مثلا هنا خالد جبر يقول عصابات التسول شيء ليس بالجديد على كل المجتمع لا يختلفون كثيرا عن عصابات المخدرة أما هنا سعد لفتاوي شوارع رام الله من قليل صار الواحد كل خطوة يتعرقل بشحاد منعو فين شمال يمين بيركضوا وراء البشر في الشوارع لحد ما تعطيهم منعو فين يعبدوا أنها متشرين مطشوشين مبذورين اللي يبادكم إياه على العموم هاجر كورا كراجة أنا متأكدة الناس اللي بيعطوهم عارفين حقيقتهم بس بيعطوهم عشان رفع البلاء وعشان الله يبارك لهم برزقهم وولادهم أما هنا أم محمد تقبضون عليه فوق ما هو فاتح شركة تسول ومشغل عنده موظفين ومخفف نسبة البطالة الناس بدها تعيش